نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تالفورد في الخامس من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري وقال لقد ذكر الله صفات المؤمنين الحسنة في القرآن الكريم ومنها أنهم ينفقون من أموالهم الطيبة ابتغاء مرضات الله تعالى كذلك تحدث القرآن الكريم عن أهمية الصدقة والتضحيات بالمال كما ذكر عز وجل كيف وأين تنفق هذه الأموال وكما هي عادة الجماعات الإلهية فإنها تزكي أموالها ابتغاء مرضات الله وتنفقها في سبيل الله وفي جماعتنا أيضاً هناك سلسلة من التضحيات بالمال وأبناء الجماعة يعرفون أنها أنشئت بأمر من الله تعالى وأنه يتم إنفاق هذه الأموال في سبيل الله لقد جاء المسيح الموعود عليه السلام لمواصلة مهمة إرساء توحيد الله في العالم ورفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم عالياً هذه مهمة كبيرة ونشر هذه الرسالة في العالم ليست بالمهمة السهلة وقد نبهنا إلى هذا الأمر مراراً وبفضل الله تعالى فإن أبناء الجماعة يدركون أهمية الإنفاق في سبيل الله كما أمر سبحانه وتعالى والأحمديون في جميع أنحاء العالم يضربون أروع الأمثلة للتضحيات بأموالهم مما يجعل الإنسان يوقن بأن المسيح الموعود عليه السلام مبعوث من الله تعالى حقاً وأن الله قد أناط به مهمة نشر تعاليم الإسلام الجميلة ولو نظر المعارضون إلى هذه الآية الوحيدة فقط متخلين عن عنادهم وتعصبهم لكفتهم هذه الآية لإدراك صدق الأحمدية لكن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة ولا سيما قلوب المشايخ المزعومين فأمرهم بيد الله ينفق الأحمديون أموالهم في سبيل الله للمساهمة في إكمال مهمة المسيح الموعود عليه السلام ورفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم خفاقة في العالم لا شك أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أن ما ينفقونه في سبيله سيرده لهم أضعافاً مضاعفة إن الجماعة الإسلامية الأحمدية ليست جماعة الأثرياء بل معظم أفرادها فقراء ولكنهم يتمتعون بحماس كبير للتضحية في سبيل الله ويسعون جاهدين للمساهمة في النشأة الثانية للإسلام في هذا العصر وتحظى تضحياتهم البسيطة بالقبول عند الله بفضله تعالى وتحمل ثماراً تساوي البلايين من الأموال ورغم محدودية وسائلها فإن الجماعة تبدأ أعمالها فيبارك الله فيها بركات تذهل الناس فيظنون أنها تنفق البلايين ولكنهم لا يدركون أن الله يبارك في أموال الفقراء وتكون النتيجة أن أعمالنا البسيطة تبدو عظيمة في عيون الآخرين ومع انتشار الأحمدية وازدهارها في العالم فإن بعض الأحمديين يتحدثون بسوء عن الجماعة أمام أبنائهم ويشويشون عقولهم لذا فمن مسؤولية المسؤولين في الجماعة أن يزيلوا مخاوف الناس وشكوكهم بأسوتهم الحسنة ويجعل الناس يدركون أن ما يقدمونه في سبيل الله ينفق في أهداف النبيلة وعليهم تعليم الناس أهمية التضحية بالمال في سبيل الله وهذه التضحية بالمال هي التي ستكسبكم رضا الله ويجب أن يعرفوا أن أموالهم تنفق لنشر الإسلام وعلى قناتنا وعلى نشر الكتب والقرآن الكريم وعلى الفقراء والمحتاجين ولتأهيل الدعاة وبناء المساجد وغيرها ولا أذكر هذا إلا لطمأنة الأبناء لأن الجماعة عندما تزدهر فإن بعض العقول الشيطانية تثير الفتنة وتشوه أفكار الأبناء الذين لم تتم تربيتهم بشكل جيد ولكن وبفضل الله فإن غالبية الأحمديين يدركون أن الجماعة بحاجة إلى نفقات كثيرة وهناك أمثلة عديدة في الجماعة تبين أن الناس رغم فقرهم ينفقون في مشاريع الجماعة فيبارك الله في أموالهم ولا يضيع تضحياتهم بل يرزقهم من حيث لا يحتسبون وهكذا يف الله بوعده في مضاعفة أموال من ينفقون في سبيل الله والأحمديون لا يقرؤون هذا في القرآن فحسب بل يرونها تتحقق في أنفسهم وسأذكر بعض هذه الأمثلة من تجارب جديدة يقوّل الله بها إيمان المؤمنين ولا ينفع ذلك من تنزل عليهم هذه الأفضال الإلهية فقط بل تزيد إيمان القريبين منهم فيتحمسون برؤية هذا فيتسابقون في الإنفاق في سبيل الله تقول رئيسة لجنة إيماء الله في إحدى مناطق كندا حفّنا سكرتير التحريك الجديد على سداد الوعود ولما قمنا بالحسابات وجدنا أن هناك مبلغاً بسيطاً ناقصاً ففكرت أن أسدده من عندي ولكن عندما فحصت حسابي في البنك لم يكن في حسابي شيء بل كنت قد سحبت ثلاثة دولارات زائدة ولما فحصت حسابي في اليوم التالي اندهشت لوجودي أكثر من ثلاثة ألاف دولار وهذا المبلغ كان من المفترض أن يصلني قبل مدة طويلة ولم يكن هناك أي أمل في قدومه الآن ولكن لما نويت الإنفاق في سبيل الله جاءني هذا المبلغ المعلق منذ مدة طويلة ويقول الأخ شاهين من جنوب أفريقيا دفعت التبرعات في التحريك الجديد وكانت تساوي نصف المبلغ في حسابي في البنك ولم يكن مبلغاً كبيراً ففكرت أن هذا الشهر هو الشهر الأخير للتحريك الجديد فدفعت المبلغ كله وفي نفس اليوم جاء أبي للقائي وقال إنه قد أرسل إلى حسابي بعض المال لسد حاجاتي وكان المبلغ الذي أعطاني والدي أكثر مما تبرعت به في التحريك الجديد بعشرين مرة فدفعت في صندوق التحريك الجديد مرة أخرى وقلت إن دخلي قد ازداد فعلي أن أتبرع عليه وفي نفس اليوم جاء اتصال من عملي قالوا لي فيه نريد تعيينك في وظيفة جديدة إن كنت ترغب في ذلك وهكذا وجدت وظيفة جيدة جداً خارج البلد وهذه الأحداث ليست وليدة صدفة وإنما نزل علي هذا الفضل بسبب الإنفاق في سبيل الله والتبرع للجماعة وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله انتهاء السنة السابعة والثمانين للتحريك الجديد في الحادي والثلاثين من أكتوبر وبدء السنة الثامنة والثمانين وقد وصلت التبرعات في هذا الصندوق هذا العام إلى خمسة عشر نقطة ثلاثة مليون جنيه استرليني بزيادة كبيرة عن السنة الماضية وجاءت ألمانيا في المركز الأول ثم بريطانيا ثم أمريكا ثم دع الله أن يبارك في أموال المضحين وفي نفوسهم وأن يتقبل منهم آمين